استقبلت حكومة ولاية جنوب دارفور وحاضرتها نيالا القافلة الدعوية المشتركة للآئمة والوعظات من السودانيين والمصريين والتي تأتي في إطار البروتوكول المشترك بين وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية هذا وينتظر أن يعقد الوفد عددا من المحاضرات النوعية بالمساجد وورش العمل واللقاءات الإعلامية بنيالا كوكب عظيمة من الدعاء وصلوا إلى مدينة نيالا وهم إن شاء الله سيكونوا معنا لفترة ثلاثة أيام يشرفون هذه المدينة ويقدمون الزكر والنصح لأهلهم في ولاية جنوب دارفور وما أحسن الإنسان للذكر ونحن والله سعيدين بهذه الزيارة ونشكر للأخ وزير الشؤون الدينية الاتحادي الوزير المفرح على هذه اللفتة البارعة حقيقة هذه الزيارة القرن منها أن ننشر هذه الدعوة المباركة بالحسن ونبين محاسن الدين ونسهم في معالجة الإشكالات التي تعاني منها هذه المجتمعات وفي الحقيقة هذه الزيارة كما قلت هي زيارة تعزز المصالح المشتركة بين الوزارتين وبين البلدين من الناحية الدينية وهذه القوافل وهذه الأمور المشتركة بين الوزارتين لنشر الفكر الإسلامي المستنير ونبذ العنف والتطرف والعمل على الإخاء والتعاون